السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بك عزيزي المتابع معك فهد من قناة كيمز شفت طبعاً اللي تابع يا عزيزي المتابع المقاطع السابقة اللي كنت أنزلها عن فيفا يعرف أني الآن في الموسم الأول من الدوري الممتاز الإنجليزي طبعاً يوم ترقيت من الدوري الدرجة الأولى إلى الدوري الممتاز الإنجليزي أجريت بعض الصفقات وبعض اللعيبة اللي قلت لازم أشاركك يا عزيزي المتابع فيهم لعيبة صراحة يستحقون أنك تشتريهم أو أنك تلعب فيهم أول شيء يا عزيزي المتابع عندنا هذا الشخص الوسيم الجميل اللي هو فريم بونك فريم بونك هذا ظهير أي منصاروخ صحيح أنه قزم يا عزيزي المتابع لكن لكن لحظة خطة خطة التطوير خلنا ندخل على طاقاتها نشوف لكن مثل ما تشايف طاقاتها الواضحة أمامنا أنا أوريك الطاقات المتوازن يمكن تختاره ضهير طرف يمكن تتغير فيه اللي تحتاج يا عزيزي المتابع بالنسبة للمتوازن مثل ما أنت شايف أنا أعجبني فيها السرعة والتسارع وأيضا أعجبني فيها الرشاقة والتوازن والرشاقة والتوازن بحيث أنك لو تضغط إلتو وتحاول يا عزيزي المتابع ترجع مع المهاجم فلاعبك على طول يا عزيزي المتابع يرجع عنده تحمل 84 وهذا اللاعب صاروخ جدا 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 وحطيتم عندي يا عزيزي المتابع في التشكيلة الرئيسية صحيح ما عنده قدم ضعيفة صحيح معدل الهجوم مرتفع صحيح حركات المهارة لكن يا عزيزي المتابع هذا الشخصية الجميلة يستحق صراحة أنك تأخذه كظهير أيمن اللي هو فريمبونك اللاعب الثاني يا عزيزي المتابع اللي هو قفاردو أتوقع أني تكلمت أتوقع أني تكلمت عنه في مقطع فما أدري هل هو فيفا 21 أو فيفا 22 لكن يا عزيزي المتابع مثل ما أنت شايف هذا يصلح كمجابه للمهاجمين الأقوية عنده سرعة جارية مثل ما أنت شايف طبعا أنا أتكلم عن المتوازن عنده يا عزيزي المتابع يعني تحكم بالكرة عند التدخل بالوقوف عنده قفز عنده تحمل قوة بدنية للمكاتفة هذا يعني حركته تحس أنه خفيفة إذا استخدمت الارتو معها عزيزي المتابع وجدا جدا جدا واللي يعجبني فيه عزيزي المتابع أنه سريع فلو انطلق مثلا لاعب سريع يلحقه هذا المدافع طبعا اشتريته بداية الموسم هذا ويأدي معاي بشكل جدا 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 قوي فإذا تبتغير يا عزيزي المتابع شايف مدافع متقدم راح يزود فيه أشياء وتنقص أشياء واختر يعني وليه بشرح للخطة التطوير يحصلها في المقاطع السابقة الشيء الثاني يا عزيزي المتابع الار ام يعني اللي تابع تشكيلتي يا عزيزي المتابع يدني أني ألعب اربع اربع اثنين او اربع اثنين 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 يعني اجنح اثنين ووسط اثنين وهجوم اثنين فهذا اللاعب صحيح يا عزيزي المتابع أنه ما هو الشخص اللي اللي يعني يعني ما هو الشخص اللي تقدر يعني مثلا تسحب بالجهريسار وتطيه ار تو اه ومربع لكن هذا يعجبني بالانطلاقات بالتمريرات يعجبني فيه يا عزيزي المتابع بعض الأحيان منهي يعني بعض الأحيان إذا صار قدام المرمى منهي جدا جدا يعني بعض الفاولات بعض الركنيات إذا لعبتها يكون هو داخل منطقة فيعطيك انها وبعض الأحيان إذا كان عندي احتياط أدخله بدال أحد المهاجمين لاعب جدا ممتاز عنده سرعة تجاري خرافية عنده صحيح أنه بحاجة تطوير لكن يعجبني متابع عمره عشرين ويمديك أنك تعطيني مثلا صانع لعب أو الدربة هنت بالطريقة اللي تشوفها وبالطريقة اللي تحس أنه يحتاجها الشيء أو اللاعب الرابع هذا هذا خرافي هذا اللاعب خرافي لاعب وسط خرافي لاعب وسط قصير سريع خفيف مهاجم هدف مثل ما تشايف معدل هجوم المرتفع طبعا ما عليك من القدم الضعيف أغلب أهداف اللي جابها لي بقدمه ليسرع هذا المهاجم هذا اللاعب الوسط اللي تاخذه صانع لعب ويدعمك بالهجوم صحيح يا عزيزي المتابع أنه بالدفاع يعني سيء يعني ما يدافع بالحيل لكن عزيزي المتابع عنده رشاقة وعنده سرعة جريء وعنده تمركز هجومي مثل ما انت شايف لكن ما عليك من الطاقات هذا اللاعب خرافي جدا 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 اسمه ماركوس أنطونيو جدا جدا يستحق انك تلعب فيه وانك تشتريه يا عزيزي المتابع جدا 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 هذول كلهم اشتريتهم والموسم هذا قبل الأخير عندنا هذا المهاجم اسمه سيكو كيتا هذا المهاجم تشوف طاقاته انت يكفي يا عزيزي المتابع يكفي عند سرعة الجري 91-92 الانهاء 77 عمره طبعا 22 الرشاقة والتوازن عنده مرتفعة يا عزيزي المتابع هذا المهاجم شايف المهاجم اللي يستلمها هو هادي وضغط R1 السرعة دعس أو R2 على حسب زرك دعس كذا وترك المهاجم المدافع مهما صارت قوة المدافع هذه مزايا لكن صحيح انه العمعي تقريبا 4 مباريات أو 5 مباريات أو 6 مباريات تقريبا جاب لي 3 هداف لكنه مهاجم لكن يمكن انا ما اعرف له لكن هذا مهاجم وانا اتوقع مهو اتوقع راح يستمر معي ان شاء الله الين ما اخلص اللعبة هذه او احس المهاجم افضل منه مهاجم جدا 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 حتى شكله يعني بالملعب تحس انها يعني يؤدي بشكل طبعا انا ما الى الان ما دربته يعني يمكن اخليه قناص قوة تستيد يمكن او هداف متنقل كلها اسبوع لكن انا ودي السرعة ما احتاج ارفعها زيادة فاتوقع اني راح اخليه قناص راح اخليه قناص عزيزي متابع لان الرشاق مرتفع ابعطيه قناص الان بحضورك عزيزي متابع اسبوع ويرتفع القناص عنده طيب اخر شي عندنا اللعب الغريب فوفانا فوفانا يا عزيزي المتابع انا يوم اشتريته هذا اللعب يعني يجمع بين حاجته يجمع بين الدفاع مثل ما انت شايف تدخل وقوف 82 ويجمع بين صناعة اللعب اللي هي تمريرة طويلة 79 وتمريرة قصيرة 81 يعني لو تخليه بالدائرة مثلا ما يهاجم كثير يعني يهاجم ويدافع مثل ما تشوف معدل الدفاعي كثير راح يمفعك اللعب خفيف ما يزعجك يعني بسالفة بسالفة الثقر وما الثقر لا لا جدا شكله كويس بالملعب وجدا يأدي وسعره ماهو غالي عزيزي المتابع مع هذه طاقاته الداخلية مثل ما تشوف قدامك كلها على المتوازن لكن لو ابرفع يعني اشياء اكيد بيتغير لكن هذا بالنسبة لفوفانا وهذا بالنسبة لطاقاته طبعا في حاجة اتوقع اني شرحتها لكم قبل لكن ما يمنع عني اعيدها من جديد الهيو او لاعب اسمه ديقو كوستا هذا اللاعب يا عزيزي الحارس كذب والله كذب عندي لفونت اخر شي صرت احط لفونت احتياط ولعب هذا اساسي بالمباريات القوية سواء ضد الستي ضد اليونايتد ضد الليفربول ادخل هذا اللاعب هذا اللاعب والله كذب يا عزيزي المتابع حارس كذب رجال شفت اريولا اتوقع انه اقوى من اريولا فهذا اللاعب جدا 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 الحارس هذا اشتره يا عزيزي المتابع وخلى اساسي وانس الموضوع طبعا هذا يا عزيزي المتابع بالنسبة للعيبة الجدد اللي صراحة لعبت فيهم اكثر من مبارات يا عزيزي المتابع اكثر من خمس مباريات وست مباريات فحبيت شاركهم معاك عزيزي المتابع وطبعا مثل من تشايف هذه الاسعار حقتهم مثل من تشايف هذه اسعار اللعيبة طبعا الموسم الثاني الموسم الثاني هذه اسعارهم يا عزيزي المتابع واتمنى تكون استفدت يا عزيزي المتابع لا تنسانا من دعمك وتعليقك يا عزيزي المتابع ومع السلامة اشتركوا في القناة